السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشاج الشاف منظور في كل مكان النهاردة هنأمل أجمل وأجمد عجينة ممكن تتخيلوها بسهلة وبسيطة جدا هنا يا حبيبي أنا وزنت المكونات بتاعتي هكتبها لكم تحت الفيديو حالا المكونات عبارة عن 400 جرام من الدجيج الفاخر الأبيض الجميل وكوب بيتين ونص من المياه ومعلقة من السكر وحبة من الملح الأبيض الناعم وكوب من الكوب الخميرة اللي حضرتكم بشاهدة ده الوقت وعشرين جرام من زيت الزيتون هنبدأ نقلب العجينة هنعملها بشكل مختلف هتشوفه في نهاية الفيديو أتمنى من حضرتكم الذين لا يشتركوا في القناة يتفضل يشترك في القناة ويفعل الجرس لكي يصل لغول جديد هنعمله مع بعض هنا العجينة هنأخذ القوام هنشتغل عليها كمان شوية لحد ما نعجينها كويس جدا هنبدأ نفرتها بالمساعدة هنعملها على طريقة بيتسا لكن مختلفة هنفرتها كويس جدا هنخليها خفيفة او رفيعة هنبدأ نظر ما حضرتكم شايفين نعمل بالطريقة دي نفرتها كويس خالص هتبقى بالحجم اللي حضرتكم شايفينه ده بان يكون التصوير واضح والصوت واضح بحاول على قد ما أدر اوضح ليكم هنجيب المكونات بتاعنا نحط طماطم جهزة هندهنها كويس من جوه هنعمل نصها والنص التاني هنقطيها به اول حقا هننزل بها السلسة هنتهن النص بتاعها كله بالسلسة من تحت دي سلسة بتعمل رايحان اشتراك هنجيب اتنين من الفلفل الحار ونقطعهم حتة صغيرة اتنين بالمنظر ده اهو هنقطعهم حتة صغيرة طبعا ده على حسب الرغبة حبيبي اللي فيه اللي عايز يحط فلفل بارد ما في شيء مشكلة بس المكونات اللي هستخدمها النهاردة قدامكم بالمنظر ده السلسة والفلفل الحار وهنقطعهم بالشكل ده احضراتكم وهننزل بهم كلهم وهنجيب واحدة من الطماطم العادية خالص ونقطعها حتة صغيرة واحدة طماطم حجم متوسط المنظر ده هنجيب واحدة من البصل ونخرطها حجم متوسط طبعا زي ما حدثكم هتشوفوا ده الوقت اهو بالمنظر ده نقطعها حتة صغيرة وننزل بها كل ما نخرطها حتة صغيرة بيكون جميلة والطيب وسط العجينة بتاعتنا ده نوع جبنة حبيبي زي عندنا كده تقريبا جبنة جديمة بس في ايطاليا بيعبروها بالمنظر ده كما يعني جبنة جديمة طعمها جميل جدا او ممكن نستخدم اي نوع جبنة احنا عايزينه ولو هنضيف برضك المتسرين لبدل الجبنة ده مفيش اي مشكلة هتدينا الطعم المطلوب بس الجبنة الجديمة ده طعمها جميل جدا جدا وبالذات في البيتسل اللي هنعملها دلوقتي هحط في جميع الاماكن حتى هنا وحتى هنا لحد ما خلص الكمية حوالي مية وعشرين جرام من الجبنة نشوف المنظر والحلوة ابتدت من الجبنة تعود الشكل المطلوب مني اعجينا على طريقة الشمانصور مختلفة وجميلة من نوحة والمكونات سهل و بسيطة موجودة عندنا هنعملها لأولادنا هيكلوها بألف هنا و هنأتي بشوية من زيت الزتون نعطيها رشة بسيطة كده بالمنظر اللي هتشوفوه حضرتكم دلوقتي اهو هنديها حبة بسيطة و هنجيب حبة من الملح الابيض النعم و حبة من الفلفل الاسود حشان قد ترب طبعا التوابل في ناس كتير تحط على حسب الرغبة بتاعتها دي الفكرة بتاعت الفيديو النهاردة و يهلم نص العجينة اللي فاضل بالمنظر ده و نغطي به كل المكونات اللي حطناها بسم الله من المنظر اللي هتشوفوه و معلومة بسيطة يعني من الافضل نحط فوق الصينية بتاعت الفرن نفسها العجينة بحيس ما نتعبش بعدين لما نريد نرفحها انا عملتها هنا و رفعتها والنتيجة جات ممتازة جدا اه اقول لكم يعني لكم الافضل لو عايزين تعمله على حجم صغير ومش الحجم الكبير ده ما في شي مشكلة دي الفكرة بتاعت الفيديو بتاعت النهاردة و نقطع النواحي اللي زي ده معي ده ما ننزرها جماعة شوف الشكل والجمال حاجة خيالية و جميلة و هنتهينها بحبة بسيطة من الصلصة من فوق ده اللي زايد معي طبعا هخليه مش هنرمى اي حاجة اديها لفة بسيطة بالمنظر ده بحيث نكفلها من الجناب عشان الجبنة لما بتسيح جوا بتخرج و هسنا فنأكد عليها و نكفلها قليلا كذا جاهزت معي لا يوجد فتغنى بالفرشة حبه بسيطة من الصلصة بالمنظر ده حيث عندما تطور اللون الأحمر في الفرن لا تحرق من نينة ونضعها على 180 درجة لمدة 20 دجاجة بالضبط مع المتابعة على حساب الفورن ونشغل فوق وتحت هذا منظرها شكرا لكم على المشاهدة ونضع لكم صورة نهاية الفيديو وانتظر المزيد من الشيخ منصور شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم